أبناء طلاب المرحلة الثانوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نص شباب تسامى للعلى وكهول للشاعر السموئل وهو مقرر على طلاب الصف الأول الثانوي ولكنه يصلح لطلاب المرحلة الثانوية عموما كنص متحرر مطلوب من الطالب أن يتقن قراءة النص قراءة صحيحة وجيدة وأن يجيب عن الأسئلة التي بعده والتي هي أسئلة تقيس نواتج التعلم وهذه صورة بانورامية للأسئلة الخمسة عشرة التي تقيس نواتج التعلم والتي سنجيب عنها في آخر الدرس إن شاء الله فهيا إلى تفاصيل الدرس أبناء طلاب الصف الأول الثانوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحليل النص الشعري شباب تسامى للعلى وكهوله في ضوء نواتج التعلم النص للشاعر الجاهلي السموأل أولا التعريف بالشاعر السموأل ابن عادياء شاعر عربي جاهلي ذو بلاغة وبيان من أكثر الشعراء شهرة في عصره ضريب به المثل في الوفاء توفي سنة خمسمائة وستين للميلاد ثانيا جو النص أو التجربة الشعرية أو المناسبة التي قيل فيها النص تقدم الشاعر السموأل لخطبة إحدى فتيات حيه فردته أي رفضته بحجة ضعف قبيلته وقلة عددها فرد عليها بهذه القصيدة وهي أشبه بمرافعة أدبية للدفاع عن قبيلته فقد بيّن لها أن مقياس الأفضلية ليس كثرة عدد الأفراد بل جميل الخصال التي يتحلى بها أفراد قبيلته من قوة وشجاعة وكرم وغيرها من الصفات وقليل من يتصف بهذه الخصال فما أروع من تسامى للعلا بأخلاقه الرفيعة وخصاله الحميدة ثالثاً قراءة النص ينبغي للطالب أن يتمكن من قراءة النص قراءة جيدة صحيحة إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن السناء سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل إذا سيد منا خلا قام سيد ققول لما قال الكرام فعول وما أخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول مناقشة النص في ضوء نواتج التعلم إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل معنى اللؤم شح اليدين بذاءة اللسان سوء الظن الوضاعة وخصة الأصل أي هذه الاختيارات هو الصحيح؟ الاختيار الصحيح هو الاختيار الرابع الوضاعة الوضاعة وخصة الأصل والدناء والمضاد الرفعة والأصالة والعراقة السؤال الثاني على نفس البيت هذا البيت يمثل في بناء القصيدة الجاهلية الحكمة أم المقدمة الطللية أم الغرض الرئيس أم الوصف؟ هذا البيت يمثل غرض الحكمة مع أن الأبيات في مجملها تمثل غرض الفخر إلا أن هذا البيت إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل يمثل الحكمة السؤال الثالث على نفس البيت إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل علاقة عجز البيت بصدره هل هو نتيجة أم تفصيل أم تعليل أم تفسير نوضح السؤال أولا ما المقصود بكلمة صدر وكلمة عجز؟ صدر الشيء أوله وعجز الشيء آخره إذن صدر البيت هو الشطر الأول وعجز البيت هو الشطر الثاني نأتي للسؤال ما العلاقة بين عجز البيت أو ما علاقة عجز البيت بصدره؟ العلاقة نتيجة لأن قول الشاعر فكل رداء يرتديه جميل هو جواب الشرط لإذا وجواب الشرط دائما يعتبر نتيجة للشرط السؤال الرابع السؤال الرابع على نفس البيت إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل قوله يدنس من اللؤم عرضه هل هو تعبير حقيقي أم تعبير مجازي أم أسلوب إنشائي أم أسلوب تعجب؟ الإجابة الصحيحة هي الإختيار الثاني تعبير مجازي لأنه صور العرض العرض وهو الشرف بشيء مادي يلوث ويدنس وينجس وصور اللؤم وهو شيء معنوي بشيء قذر يلوث وينجس السؤال الخامس على نفس البيت إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل اللون البياني في كلمة رداء هل هو كناية عن صفة؟ أم استعارة تصرحية؟ أم استعارة مكنية؟ أم تشبيه بليغ؟ الإجابة الصحيحة هي الإختيار الثاني لأنه شبه الصفة بالرداء وحذف المشبه وهو الصفة وصرح بالمشبه به وهو الرداء إذن الإجابة هي استعارة تصريحية السؤال السادس الغرض الشعري الذي يمثله هذا النص هل هو مدح القبيلة؟ أم الفخر بالقبيلة؟ أم لوم وعتاب الفتاة؟ أم الغزل العفيف؟ الإجابة هي الإختيار الثاني الفخر بالقبيلة لأن الشاعر يرد على الفتاة التي اتهمته بضعف قبيلته فرفضت الزواج به فرد عليها بهذه القصيدة يفخر فيها بقبيلته ويعظمها السؤال السابع يقول السموأل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل يعبر البيت عن صفة من الصفات التي يعتز بها العربي هذه الصفة هي الكرم والسخاء العزة والمنعة والإباء الصبر والتحمل الشجاعة والفروسية الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني الصفة التي يعتز بها العربي والتي يعبر عنها هذا البيت هي صفة العزة والمنعة والإباء أي رفض الظلم ورفض الذل والخضوع والدفاع عن النفس السؤال الثامن على نفس البيت وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل معنى ضيمها هواها وعشقها جورها وظلمها خوفها وجبنها جرأتها وشجاعتها الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني جورها وظلمها لأن معنى كلمة الضيم الظلم ومعنى البيت الإنسان الذي لا يدفع الظلم عن نفسه إنسان لا يستحق الثناء السؤال التاسع على نفس البيت وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل علاقة فليس إلى حسن الثناء سبيل بما قبلها أو قل علاقة الشطر الثاني بالشطر الأول أو علاقة عجز البيت بصدره هل العلاقة نتيجة أم تعليل أم توضيح أم تفصيل قلنا إن جواب الشرط يعتبر دائما نتيجة للشرط وإن هو إن هنا أداة شرط وجملة فليس إلى حسن الثناء سبيل جملة جواب الشرط إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الأول نتيجة السؤال العاشر على نفس البيت وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل الفكرة التي تعبر عما يدعو إليه البيت هل هي فكرة الغنى والثراء أم العزة والإباء أم الإخلاص والوفاء أم المدح والثناء الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني فالفكرة التي تعبر عما يدعو إليه البيت هي فكرة العزة والإباء لأن الشاعر يقول أن الذي لا يدافع عن نفسه ويرفع عنها الظلم إنسان لا يستحق الثناء إذن هو يدعو إلى العزة والإباء ورفض الظلم السؤال الحادي عشر يقول الشاعر تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل يمكن وصف رد الشاعر على الفتاة في هذا البيت بأنه أسلوب الحكيم أسلوب اللئيم أسلوب الرحيم حسن التعليل الإجابة الصحيحة هي الاختيار الأول أسلوب الحكيم وأسلوب الحكيم من المحسنات البديعية غير المتداولة وهي أن تتلقى المخاطب بغير ما يتوقع فهو لم ينفي عن نفسه قلة العدد بل جعلها ميزة تحسب له لا ضده فقال لها إن الكرام قليل فقلة عددنا ليست مسبة ولا مذمة بل هي ميزة تحسب لنا فالأشياء النفيسة الغالية دائما قليلة السؤال الثاني عشر وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل يكشف البيت عن صفة من صفات العرب وهي الجهالة والطيش الشجاعة والفروسية حماية الجار حماية الدار الاختيار الاختيار الصحيح والاختيار الثالث حماية الجار السؤال الثالث عشر وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل البيت الذي يتوافق مع فكرة البيت السابق وما جار بيتي بالذليل فترتجى ظلامته يوما ولا المتهضم ولي وطن آليت أن لا أبيعه وأن لا أرى غيري له الدهر مالكة جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري يا جارة للقلب جائرة دعي ظلمي وإلا قلت جار الجار البيت الأول هو الذي يتوافق مع قول السموئل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل لأن البيت الأول وما جار بيتي بالذليل أي ينفي عن جاره المذلة وينفي أن ترتجى ظلامته أي أن يتجرأ أحد على ظلمه أو أن يهضمه حقه السؤال الرابع عشر وما أخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيلوا البيت يكشف عن صفة عند العرب وهي صفة الشجاعة والفروسية أم الكرم والسخاء أم الإخلاص والوفاء أم العزة والإباء الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني الكرم والسخاء لأن إيقاد النار فيه دعوة للراحلين في الطريق لكي يأتوا لينالوا الضيافة كما أن إيقاد النار يعني إعداد الطعام للضيوف ومنه قول حاتم الطائي أوقد يا غلام فإن الليل ليل قر السؤال الخامس عشر إذا سيد منا خلى قام سيد ققول لما قال الكرام فعول المغزى الضمني للبيت التنافس بين أفراد القبيلة على السيادة أم كثرت القتلى من قيادات القبيلة أم كثرت المؤهلين للقيادة في القبيلة أم حب أفراد قبيلته لأقوال الكرام وأفعالهم الاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث كثرت المؤهلين للقيادة في القبيلة أراد أن يقول إن قبيلتنا واللادة بالقيادات والرؤساء والزعماء فإذا مات أحد هؤلاء القادة قام غيره وسدم سده وفعل أفعاله الكريمة وأقواله العظيمة وسار على نهج الكرماء قولا وفعلا ترجمة نانسي قنقر